اهل ليكم واهلا بكم في تحدي جديد من تحديات الاسبوع التحديات دي انا لما فكرت فيها ما فكرتش فيها ان هي تكون خطوات صعبة ومستحيلة التنفيذ ولكن خطوات وحاجات سهلة جدا جدا وبسيطة جدا جدا اللي ممكن نعملها كل يوم التحدي الحقيقي هو اننا مش ان احنا نعملها او ما نعملهاش التحدي الحقيقي ان احنا نعملها كل يوم لمدة اسبوع والتحدي الاكبر ان احنا نكمل ان احنا نعملها بعد ما الاسبوع يخلص التحدي الاسبوع ده هو شرب المياه مش عايزة اقعد اشرح وقل لكم على فايدة المياه واحتياجنا الحقيقي لشرب المياه بنقرأ كتير بنسمع دكاترة بيجوا في التلفزيون كتير يتكلموا على أهمية شرب الميا ومع ذلك مش بنشرب ميا ليه؟ لعدة أسباب أول حاجة إن الميا مش سائل ممتع زي مثلا اللمون أو العصير أو القهوة أو الشاي كونه إنه هو سائل ملوش طعم مش بيشجعنا قوي إن احنا نشرب ميا السبب التاني إن أحيانا بنتلخبط في إحساس العطش ونفتكره جوع فلما ناكل بنروي شوية بسيطة إحساس العطش اللي احنا حاسين به لكن ده مش صح ففقدنا القدرة على تمييز إحساسنا بالعطش لأن جسمنا بيبعث لنا إشارات جسمنا بيقول لنا أنا عطشان أنا جعان أنا تعبان أنا زهقان أنا وتبر أحيانا المشاعر دي بتتلخبط مع بعضها الحاجة كمان المهمة قوي إن إحنا كشعوب عربية ومصريين بالذات بنشرب شاي كتير شاي وقهوة وللأسف إحنا ممكن نعتبر إن ده من ضمن السوايل اللي بتخش جسمنا آه فعلا هو آه الشاي والقهوة من السوايل اللي بتخش جسمنا ولكن بتعمل حاجة وحشة قوي إنها بتديهايدريت جسمنا بتعمل جفاف لإن إحنا بنفقد المية بشكل أسرع الشاي معروف إن هو مدر للبول آه فبالتالي إن عشان بنحب الشاي والقهوة لازم نزود كمية المية اللي بنشربها لإن جسمنا بيفقد مية بشكل أكبر ومشكل كمان أسرع آه طيب نعمل إيه عشان نشرب مية آه أنا مؤمنة إن اللي بعيدة عن العين بعيدة عن القلب يعني إيه لو ما شفتش حاجة قدامي تفكرني إن أنا أشرب مية ممكن ما أخدش القرار واروح أجيب كوباية مية وأشربها والكلام ده كله آه طيب الحل إيه آه في آه قابس بتتحط على السيلفون آه برامج بتتحط على السيلفون آه بتاعنا كل شوية بتبعت لنا آه ريمايندر بتبعت لنا تذكير وتقول خد بالك اشرب كوباية مية وآه يعني فيه إجماع في الوسط الطبي إن إحنا لازم نشرب 8 كوباية مية في اليوم 8 كوباية مية آه في اليوم ممكن نقول إيه 8 8 كوباية مية في اليوم ده كتير قوي لا مش كتير ولا حاجة لإن على مدار اليوم آه كمان عندنا مفهوم كده ما تشربش مية في وسط الأكل آه مش عارفة شرب المية بيطلع كرش والكلام ده ما فيش الكلام ده كله دي كلها خرافات وآه 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 ومالهاش أساس من الصحة شرب المية ما بيعملش كرش ولا حاجة الكرش اللي بيتعمله الدهون اللي على بطننا آه أو أحيانا الانتفاخات اللي بتبقى جوه بطننا آه شرب المية بيسهل عملية الإخراج فده مفروض إنه يساعدنا على التخلص من الكرش آه شرب المية بيشتف السموم والبلاوي السودا اللي بتدخل آه جسمنا من الجو ومن الأكل من 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 الأدوية من من كل حاجة آه طيب عارفنا حكاية الأبس اللي بتتحط على التليفون عشان تفكرنا إن احنا نشرب مية كل شوية الحاجة التانية اللي أنا بحبها جدا وجربتها ونفعت معايا قوي إن أنا أجيب إزازة مية آه زي زمزمية فاكرين زمان لما كنا بنروح المدرسة وكل واحد معزم زمية بتاعته آه 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 إزازة مية أنا بخليها لتر آه عشان تبقى خفيفة أعرف آه آه أشيلها واشيلها من هنا لهنا لهنا آه طول ما الإزازة قدامي أنا فاكرة إن أنا أشرب مية آه الميزة كمان لما تجيبه واتر باطل حاجة زي دي زي زمزميات اللي بتحافظ على درجة حرارة المية فاللي بيحب يشرب مية ساعة آه بتفضل محتفظة بالثقعية بتاعتها آه وبالتالي آه الواحد ما بيشربشي المية في درجة حرارة مش مناسبة لي أنا محظوظة إن أنا بحب المية أصلا مش ساعة قوي عشان سناني آه حساسة آه آه لكن إن إحنا نجيب زمزمية مية آه 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 ووتر باطل آه بتحتفظ بدرجة حرارة آه حرارة الإستائل اللي فيها هيخلينا نشرب المية في درجة الحرارة اللي إحنا آه بنحبها ونشجعنا كلامي ده مش لستتات بس كلامي ده للرجالة كمان لإني أنا لاحظت إحنا استتات فيه كده مواضية معينة بنعرف نتكلم عنها وبنفضل نتكلم عنها آه بلاقي صحباتي قريبي بيتكلموا على موضوع شرب المية لكن ما سمعتش قوي بصراحة راجل بيتكلم عن الموضوع ده ويتكلم إذا كان آه آه مقصر في شرب المية ولا لا أما أنهم ما بيشربوش مية وأنا عارفة كده فالتحدي ده آه زي كل التحديات آه اللي أنا اقترحتها وهاقترحها آه مناسبة لأي حد مناسبة لأي عمر آه شجعوا أولادكم كمان إن هم يشربوا مية آه اشرحوا لهم فايدة شرب المية وكل ما تفتكروا إن أنتوا تشربوا مية قولوا لهم هم كمان يشربوا معكم مية آه بس طبعا ما تدهمش الكوباية كبيرة كوباية صغيرة يعني على حسب حجم كل آه إنسان آه لمدة أسبوع هنشرب ثمان كوبايات مية في اليوم أنا بالنسبالي ده عبارة عن كوبايتين مية آه فببقى عارفة حشرب كام واحدة منهم ودلوقتي كمان وصلت لمرحلة إن أنا ما بقيتش عاد لإني ابتدئت أتعلم لما جيسني يديني إشارة أنا عطشان ما بلغبطهاش آه آه وأقول له آه انت جاعي يلا تعال ناكل لأ تعال نشرب آه في طريقة ثالثة حلوة جدا 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 ينفع جدا جدا معاكم وتبقى سهل قوي إن إحنا نشرب مية قبل الوجبات نشرب كوبايتين مية قبل كل وجبة آه وده في صراحة يعني تكنيك له فوايد متعددة أول حاجة إن إحنا هنشرب على مدار اليوم كمية المية اللي إحنا محتاجينها تاني حاجة هنقلل الأكل شوية اللي إحنا آآ آآ بناكله لأن فاكرين حديث النبي يسو السلام تلت لطعامه تلت لشرابه وتلت لنفسه زمان فكرت هو التلت ده قد إيه إحنا بنقول تلت حتى كان فيه نكتة إن شخص كان في عزومة وقاحت يأكل يأكل كتير فواحد من الجنب وقال له تلت لطعامه فرح ردد عليه وقال له كلهم قدرة بثلثة يعني كل واحد عارف التلت بتاعه خليك في حالك فأنا جوزي دكتور سألته قلت له هو إحنا معدتنا قد إيه فقال لي بصي معدت الرجل البالغ بتبقى تسعمية لتر لما تتملي سوري تسعمية لتر إيه تسعمية ملي تسعمية ملي لتر يعني 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 أقل من لتر بشوية شوفوا كده اللتر البابسي اللي إحنا بنجيبه معدتنا لما تتملي لعنها بتملأ أقل شوية من إزازة بابسي لتر فتلت لطعامه يعني تلت لتر يعني تخيلوا كده إزازة البابسي دي نملة تلتها بس ده المفروض اللي ناكله في الوجبة الواحدة إحنا طبعا بناكل أكتر من كده وتلت لشرابه اللي هو تلتمية ملي الكباية المية الكبيرة بتبقى 250 ملي يعني كباية مية كبيرة فلما ما نملاش التلت ده بنعمل إيه بنملأ أكل وأحيانا كمان نملأ للآخر خالص فناخد كمان تلت النفس فاللي بيحصل إيه إن إحنا وبنعرفش نتنفس صح تصوروا إن أنا في أوائل دروس اليوجا اللي أنا خدتها كانوا بيعلمونا زي نتنفس صح زي ناخد النفس ونملأ التلت بتاع معدتنا ده عشان نقدر نضغط على الحجاب الحاجز ونعمل إذا الهوى مش بيدخل معدتنا لما نتنفس الهوى بيدخل رئتنا لكن حركة الحجاب الحاجز هي اللي بتفضي مكان للرئة عشان تتميلي هوى فإحنا لا بنتنفس صح ولا بناكل صح ولا بنشرب صح لمجرد إن إحنا بنلغبط كل الأحاسيس دي في إن هو إحساس أكل يلا إدفس 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 على رأي محمد صبحي وما بنكلش كويس وما بنشربش كويس وما بنتنفسش كويس طولت عليكم بس الموضوع مهم جدا بس سهل قوي سهل قوي 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 إن إحنا نشرب 8 كبيات مية في اليوم قلت لكم على كذا طريقة فكروا بالطريقة الأمثل والأحسن كمان إن انتم تعملوا الطرق كلهم عبعد حطوا قاب على السيلفون بتاعكم بتفكركم بشرب المية أو حطوا منبه زي ما بنعمل منبه عشان نسحى الصبح حطوا كذا منبه عشان يفكرنا إن إحنا نشرب مية تاني حاجة تفكروا إن انتم تجيبوا إزازة وتخلوها جنبكم في الشغل في البيت في الغيط في كل حتة شربوا الإزازة دي قبل الأكل فبالتالي تاخدوا كمية المية دي انتم محتاجينها وتابعوا كده لمدة أسبوع واكتبوا لي وقلوا لي قبل ما امشي هقول حاجة سريعة في حد بعاتلي وطلب إن التحديات الأسبوع ما تبقاش في وسط الأسبوع زي ما أنا بعملها أنا كنتم خليها كل يوم أربع وكانت الفكرة إن تحدي الأسبوع ده ممكن نبتديه في أي وقت مش مرتبط بوقت معين ولكن يعني إذا كان أفضل وأحسن نحن نعملها يوم الجمعة فبالتالي تصحوا يوم السبت بداية الأسبوع مستعدين لأداء تحدي الأسبوع معايا خلاص أوكي خلينا نجرب تاني بفكركم تحدي الأسبوع ده إن احنا نشرب 8 كبيات مية في اليوم تحدي الأسبوع اللي فات كان إن احنا نمارس اليوغا لمدة 10 إلى 20 دقيقة كل يوم وحطت لكم فيديوهات اللي ممكن تعملوا بيها التحدي الأسبوع اللي قبل منه إن احنا كل يوم بالليل نكتب قايمة المهام اللي احنا عايزين ننفذها في اليوم اللي بعده ونحدد 3 أهم حاجات عايزين ننفذها في اليوم ده تحديات سهلة وبسيطة خليكم معايا وإن شاء الله إن شاء الله كل أسبوع وحناخد خطوة صغيرة نحو حياة أفضل أشوفكم التحدي الجاي